اشتركوا في القناة يريد أن يبتلع فريسته وهكذا يقول الكتاب المقدس بأنه كأسد زائر يريد أن يقتنص كل من يقبل إليه نهر النار عنده لا يشبع يريد لهذا النهر أن يتغذى من أجسادنا ومن قوانا ومن أرواحنا ومن نفوسنا إنما يريد أن يحذرنا إلى الجحيم ولكننا لا نخشاه لأننا نحن مع المسيح والمسيح هو الأقوى هو رب الأرباب وملك الملوك هو الجبار هو العزيز هو الذي يسحق قدرة الشيطان ولكن عليك أيها الإنسان أن تكون في مسعى باتجاه المسيح هذا الذي ينتظرك والذي يقرع على بابك فإن أنت أقبلت إليه إنما كنت محصنا به ولا قوة لأي أن يغلبك الحكمة العظيمة في الصوم هي في الاقتراب من المسيح وفي أن تكون في كل لحظة أن تتائب إليه وتخبرنا قصة عن أحد أولئك المجاهدين العظام الذين عاشوا السنين الطويلة في البرية في النسك في الصحراء وعند موته كان يتمتم فسأله أحدهم ماذا تقول يا أبانا يا أيها المجاهد قال إنني أطلب من الملائكة التي تحاكيني أن تعطيني فرصة أخرى للتوبة فقالوا له يا أبتي إن كل هذه الأيام أنت في توبة فيها ولست بمحتاج إلى التوبة فأجابهم جبابا قاسيا وقال لهم لا أعلم إن كنت قد بدأت لأن هذا قد شعر بضعفه وشعر ببعده عن الله فصام وصل السنين الطويلة ولكن هذه دفعته إلى أن يكون في وعي أعظم إلى أن الله لا يمكن إلا أن نقترب إليه بالتوبة وبالجهاد والحكمة العظيمة هي حكمة الصوم بأن تكون أنت صواما تعف في هذا الصوم عن كل مغريات هذه الدنيا لكي تكون في وعي في التوبة ويكون ذهنك هذا مغسولا يوما في يوم من أجل أن تكون أنت تائبا عن خطياتك فلا تستسلم المسيح معك والشيطان لن يقوى عليك إطلاقا آمين ترجمة نانسي قنقر شكرا شكرا